بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحباب الكرام أحييكم جميعا بتحية أهل الجنة وتحية أهل الجنة السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كما تعلمون هذه الأيام الأمة الإسلامية قاطبة تستعد لاستقبال الحدث العظيم إنه ذكر مولد خير الخلق سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فيوم مولده كان إيدانا باندحار دولة الشرك والوتنية والأصنام وبروز دولة الإسلام دولة التوحيد دولة العدل دولة الحق والمساواة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هو من أعظم الأيام وربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز وذكرهم بأيام الله هناك أيام طيلة السنة تسمى أيام عادية لكن هناك أيام مخصوصة تسمى أيام الله وقعت فيها وقائع وأحداث كبيرة جسام هذه الأيام ربنا عز وجل طلب منا أن نتذكرها ونستحضر أحداثها ونستنبط منها العبر والعضات ولعل من أعظم هذه الأيام ميلاد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقال بأضضاضها تعرف الأشياء إذا أردنا أن نعرف قيمة هذا النبي والدور الكبير الطلائعي الذي قام به هذا النبي لا بد أن نرجع خطوات إلى الوراء ونتحدث عن عصر الجاهلية الذي كان سائلاً قبل الإسلام الجاهلية هي من الجهل ليس المقصود به الجهل الذي هو ضد المعرفة لا بل هو الجهل الذي في مقابل الحلم الإنسانية أيام زمان كانت في ضياع لم يكن فيها حلم ولا عفو ولا نظام كان القوي يغلب الضعيف وكان الناس فيما بينهم يتعصبون نحو نظام القبيلة وكان هناك التمييز العنصري ونشأت طبقة الأسياد وطبقة العبيد حينما أصبح هناك مجموعة من الإماء والعبيد في جزيرة العرب كانت هناك الغساسينة والمنادرة وكان هناك الفرس والروم وهذه التراتبية في الأنظمة الدولية كان ينزل العقاب على العرب لهذا كانوا يتخطفهم الناس في مكة المكرمة بواد غير ذي زرع يعيشون على الرعي وعلى القوافل وعلى تجارة بائسة حول الكعبة المشرفة والذي كان يؤثر أكثر هو المنظور الديني لم يكن عند العرب منظور ديني صحيح كانت هناك عبادة الأصمام وعبادة الأوتان وتعدد الآلهة كان هناك إساف ونائلة واللات والعزة وكان الإله الأعظم هبل هل تعلمون أنه في عام فتح مكة لما أرد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يفتح الكعبة كان حولها 360 صنم أعدد هائلة قام جميعها بتحطيمها وطهر البيت العتيق وأعلن التوحيد لله عز وجل العرب كان عندهم مجموعة من الأديان الشرك الوتنية كانوا بعيدين عن التوحيد وكانت هناك في الدول المجاورة كالفرسي والرومان والغساسين والمنادرة كان عندهم أقليات يهودية كيهود خيبر ويهود تيماء ويهود بني قريدة وبني النظير وكان هناك طوائف من المسيحيين النسطوريين وكان هناك الصابئة في بلاد العراق والشام وما جاورها يعبدون الكواكب والنجوم وعبادهم وآلهتهم هو زحل والمريخ والمشتري والقمر والشمس حتى قال شاعرهم زحل شرى مريخه من شمسه فتصاهرت لعطارد الأقمار كان هناك فراه عقدي بل وفساد عقدي أما عن القيم الأخلاقية والأحوال الاجتماعية عند العرب قبل الإسلام فكان هناك الميز العنصري وكان هناك الظلم لطبقات العبيد والإماء والاستغلال للنفوذ من طرف الأسياد المحظوظين والمرأة والأنت كانت أكبر ضخية المرأة كانت تسمى عار وعيب كانت سبة بل منهم من كان يأيد البنات وإذا بشر أحدهم بالأنت ضل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون مجتمع فيه ضلال وفيه ضياع وكان الشعراء يتغنون بأمجادهم ويفتخرون بشرب الخمر وبأكل الربى أضعافا مضاعفة وبإتيان النساء أشكال وألوان من من كان يتغنى بذلك في قصائد شعرية تكتب على رق الغزال بماء الذهب وتعلق على أسطار الكعبة ما كان يسمى بالمعلقات من بينها ما ذكره مرء القيس حينما قال ولولا تلاتنهن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي فمنهن سبق العادلات بشربة كميت متى تحل بالماء تزبدي وكرئنا ضاد مضاف محنبا كسيد الغضاد السورة المتوردي وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة حتى الطراف المعمدين العرب كانت عندهم الفصاحة والبلاغة وعينهم أسواق كبرى للأدب من سوق عكاب هذه الأشعار هي عبارة عن مدح وتناء عن الخمر وعن العلاقة مع النساء وعن الإغارة على القوافل والسطو هذه هي المبادئ التي يفتخرون بها هذا المجتمع كان في أمس الحاجة إلى القدوة في أمس الحاجة إلى المخلص وهنا رب العزة سوف يكرم هؤلاء العرب يريد أن يخرجهم من الذلة إلى العزة ومن الفرقة إلى التجمع ومن الضعف إلى القوة ومن الضلال إلى الإيمان ومن الفقر إلى الغنى فمدى كان ربنا سبحانه وتعالى بفضله ومنه من علينا ببعتة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لقد من الله على المؤمنين بأن بعث فيهم رسولا من أنفسهم وفي قراءة من أنفسهم يعني من أعظمهم في مثل هذه الأيام التي نعيشها سوف يزدان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقبل أن يولد بحوالي شهر وبضعة أيام وقع حدث عظيم شد أنظار العالم هذا الحدث وهو ما يسمى بعام الفيل لما قدم إبرها الأشرم وأراد أن يهدم الكعبة المشرفة لقي بأن الناس يحجون إلى البيت العتيق لأنه من بقاء دين إبراهيم الخليل عليه السلام فقال سوف أبني لهم بالحبشة كعبة من ذهب ولؤلؤ ومرجان وسوف يحجون إليها لكن الناس فضلوا الحج إلى بيت الله العتيق المبني بالحجارة هناك مقام إبراهيم وحجر إسماعيل والحجر الأسود فغاضب إبرها الأشرم وجاء بعشر فيلة يتقدمهم فيل عظيم وجاء بجنود كثيرة ستين ألف جندي متوحشين وأرادوا أن يهدموا الكعبة من طريقه من الحبشة إلى مكة كلما مر على بلدة أو قرية أو تجمع سكاني إلا ونهب وقتل وأفسد في الأرض إلى أن وصل إلى الكعبة ففر الناس كلهم خوفا من جيش إبراه الأشرم وربنا عز وجل أوحى إلى ذلك الفيل أن يرجع الفيل لما اقترب من الكعبة المشرفة إذا به يجلس إذا قدموه يجلس وإذا استدار صار بعيدا فأراد ربنا عز وجل أن يبعث جنوده إذا كان إبراه الأشرم اختر أضخم حيوان وهو الفيل فإن الله عز وجل سوف يختار طيور أبابيل طيور صغيرة أصغر من الزوج جاء بهم اللحظة التي أراد إبراه الأشرم أن يهجم إذا بسحابة سوداء قادمة من الشرق ومن الغرب ومن كل مكان ضلوها أنها سحابة مطر لكنها طيور أبابيل طيور منقارهم مثل الطير لكن أيديهم مثل الكلاب الكلاب المفترسة وفي كل منقار هناك حبة صغيرة مثل العدس في منقاره وفي يديه وتلك الحبة هي عبارة عن مادة جورتومية فإذا بالطيور تلقي بتلك الحبات الصغيرة على الجيوش إبراه الأشرم فيتفتت الأجساد وتموت كل الخلائق ممن كانوا مع إبراه الأشرم ونجى أهل مكة والعالم كله أنداك نظر إلى هذا الحدث المروع فأصبحت مكة محط اهتمام وتقدير وعزة لماذا؟ استعداد بميلاد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لهذا ربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ماكول في مثل هذه الأجواء والناس أصبحوا يعظمون أكثر الكعبة المشرفة ويحترمون مكة المكرمة شاءت قدرة الله أن يختار نبيه وصفيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد كان هناك كسرى بن هرمز عظيم الفرس عنده قصور تساقطت أربعة عشر شرفة من إيوان كسرى كانت هناك نار المجوس ظلت مشتعلة ألف سنة وفي ذلك اليوم خمدت من تلقاء نفسها كانت هناك محيرة ساوى المقدسة كلها غارت ولم يبقى فيها قطرة ماء كل هذا كان إذان ببزوغ النبي المنتظر أحبار بني إسرائيل كانوا يرون هذه العلامات ويقولون يا أهل العرب لقد ظهر النبي المنتظر لقد حان وقت ظهوره فعلا ربنا عز وجل أراد أن يختار نبيه فاختار له أجود أسر وأجود النسب اختار له من قريش من عبد المطلب والسللة تمتد إلى إسماعيل إلى إبراهيم عليه السلام لما ولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولد من بيت شرف وعز وكرم ربنا عز وجل أراد أن يختبر نبيه ففي اللحظة الأولى التي كانت الأم آمنة رضي الله عنها حاملا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قدر الله في علمه أن يقبض روح أبي سيدنا محمد عبد الله عبد الله تزوج بآمنة في الشهر الأول خرج لكي يبحث عن رزقه يسافر لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف داب في رحلة طويلة فأصيب بدربة شمس فمات في الطريق اللحظة التي أمر فيها الملائكة بقبض روحه بدأت تقول الملائكة يا ربنا هذا والد نبيك وصفيك محمد سوف يصبح يتيما وفقيرا فكان ربنا عز وجل يقول أنا كافله أنا مربيه أنا أولى به من أمه وأبيه قبض أبو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله عليه السلام وبقي سيدنا محمد في بطن أمه وتقول أمه بأنها كانت تشعر تشعر بالشعور غريب في بطنها ما فيها أوجاع ولا فيها ألم ولا فيها مرض كما يعرفه بقية النساء الحوامل سبحانك يا الله ولما اقترب المعاد تقول أمه آمنة رضي الله عنها رأيت نورا يخرج من بطني وينتشر وتضاء له قصور الشام فخرج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من بطن أمه بلا وجع ولا تعب وهو يحمل سبابته وكأنه يقول لا إله إلا الله وخرج مختونا صلى الله عليه وسلم مختونا وعاش مع أمه حوالي أربع سنوات ونصف وشاءت قدرة الله تعالى أن يقبض روح الأم أيضا فنزل قول الله عز وجل لما قالت الملائكة يا ربنا إن صفيك ونبيك محمد قبضت أباه والآن سوف تقبض روح أمه وهو صبي سيصير يتيما وفقيرا فأجاب الله عز وجل أنا كافله أنا مربيه أنا أولى به من أمه وأبيه وفعلا ربنا عز وجل تكفل بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال له ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى بل أكثر من ذلك الله عز وجل رباه وأحسن تربيته لذا كان سيدنا محمد يقول أدبني ربي فأحسن تأذيبي ومدحه الله من فوق سبع سماوات وقال وإنك لعلى خلق عظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منذ طفولته عاش في رعي الغنم كان يسعى في رعي الغنم على قراريط لأهل مكة كان يقول ما من نبي إلا ورع الغنم قالوا وأنت يا رسول الله قال وأنا كنت أرعى على قراريط لأهل مكة فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عاش حياة بسيطة وحياة ضعيفة وحياة فيها مشقة وكدح وتعب لكي يحصل على قوت طعامه وبعد ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في شبابه لم يقع فيما يقع فيه الشباب عادة من الخمور أو الفساد أو معاكسة النساء قطعاً سيدنا محمد كان نقي وصفي مرة سمع دفوف ومزامير فسأل صاحبه وهو يرع الغنم ما هذه الدفوف وهذه المزامير قال هناك عرس ورقص وموسيقات فقال لصاحبه هل أبصرت لغنمي حتى أنزل مكة فأصمر كما يصمر الفتيان فلما ذهب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في طريقه قال فضرب الله على أذني فوالله ما أيقضني إلا حر الشمس ربنا عز وجل لم يتركه يذهب إلى أي مكان فيه خطايا لأنه كان يحظى بالرعاية والعناية الإلهية صلى الله عليه وسلم بل كانت بعض عماته يقولون له يا محمد لماذا لا تريد أن تكفر لنا جمعا أو تحضر لنا مجلسا قالوا له يا محمد سوف نذهب إلى إلى سوق الكبير لتقديم البيعة للصنم بوانة صنم كبير يقدمون إليه البيعة والقرابين وأخذوه عنوة ووصبي فلما اقترب من السوق قبل أن يدخل إلى تجمع الناس يقول سيدنا محمد أسلام فإذا بملك عظيم يقول لي ذونك يا محمد ذونك يا محمد وكان ذلك الملك هو جبريل أول ما رأاه بأجنحته وعظمته فكان النبي يخاف ويرتعد فيقولون له يا ابن أخي ماذا أصابك لقد رأى جبريل عليه السلام ربنا عز وجل تولاه بالعناية وتولاه بالرعاية إلى أن بلغ من العمر خمسة وعشرين سنة فأراد أن يستكمل دينه فاختار له الله عز وجل أطيب امرأة وأجل امرأة أمنا خديجة رضي الله عنها وكانت امرأة ذات منصب وذات تروة وربنا عز وجل سخارها له لأن الدعوة الإسلامية محتاج إلى وسائل محتاج إلى إمكانات سيدنا النبي أول من سوف يتبعه هم العبيد والفقراء والمساكين فكان محتاج إلى المال لكي يطعم هؤلاء الفقراء ولكي يعتق العبيد فأيده الله تعالى بأمنا خديجة رضي الله عنها في الأربعين من عمره سوف يكرمه الله تعالى بنزول الوحي ولما كان في الأول يبتعد عن أهل مكة ويصعد إلى جبال مكة في تهامة ويبقى يتأمل في ملكوت الله وكانوا يقولون محمد عشق ربه محمد عشق ربه كان يتأمل في ملكوت السماوات والأرض وكان يقول وأنا في طريقي لا أمر على شجر ولا حجر إلا ويسلم علي الحجر والشجر يقول السلام عليك يا رسول الله وهو لا يدري ما معنى رسول الله إلى أن جاء اليوم المعلوم لما كان يوم الاثنين وكان في غار حراء وجاءه جبريل وقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهدة ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهدة ثم أرسلني فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ ثلاث مرات إلى أن قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سيدنا النبي كان أمي لم يقرأ في مدرسة ولا في كتاب ولا في معهد ولم يتخرج من جامعة أو أكاديمية وإنما علمه الشديد القوى ذو مرة قال له اقرأ ربك الذي يعلم بالقلم هو الأكرم فجاءه الوحي الإلهي احتار فيه الإنس والجن والعباقرة القرآن الكريم أعظم معجزة فيه خبر الأولين والآخرين تحدث عن الماضي والمستقبل تحدث عن علم الفيزياء والكيمياء والرياضيات والفلك والنجوم وعلم الأجنة تحدث عن التوقعات الاقتصادية وعن أخبار المستقبليات تحدث عن الجنة والنار تحدث عن مصير الخلق كل شيء بالإضافة للأحكام الشرعية المرتبطة بالعبادات والمعاملات وقانون الأسرة والقانون الدستوري والقانون الدولي وكل ما يخطر على بالك جاء في القرآن وقال ربنا عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء وظل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفيا لهذه الدعوة ظل يدعو إلى الله بالتوحيد وظل يدعو إلى خلق مساواة في المجتمع ليس هناك فرق بين أعربي ولا أعجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بتقوى التقوى غا هنا وأشار إلى قلبه لا فضل لعربيين على أعجمي إلا بتقوى وسن صلى الله عليه وسلم بإعاز من الله تشريعات نبوية عظيمة بدأ بالمرأة وعظم المرأة وقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ودعا إلى عتق العبيد فكان هناك عتق رقبة عتق رقبة كفار للذنوب والخطايا وأمر بإخراج الزكاة وإطعام الفقراء والمساكين إنما الصدقات للفقراء والمساكين ولعامنا عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل له ابن السبيل اعتنى بالطبقة الشعبية الفقيرة وأتنى على الأغنية لأن الله عز وجل أكرمهم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وجعلنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون ودعا إلى السن ودعا إلى العدل الاجتماعية ودعا إلى مكارم الأخلاق فقال إنما بعدت لأتمم مكارم الأخلاق جاء كفار قريش وأرادوا أن يقدموا له رشوة لهذا النبي أو يقدم له تهديد حتى يمنعه من مواصلة هذا الإصلاح الاجتماعي والعقضي والسياسي والأخلاقي يمنعونه من هذا المشروع الإصلاحي العظيم الذي سوف يقلب الموازين فقالوا له يا محمد إن أردت ملكا ملكناك علينا وإن أردت النساء زوجناك بمتى شاء وإن أردت المال جئنا لك بأموال طائلة وإن كنت مريض جئنا لك بالأطباء وكان عمه يقول يا ابن أخي لا تكلفني ما لا أطيق فكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعلمنا تلك القولة الدهبية العظيمة التي يبغي أن يعتز بها كل منتسب لهذا الدين كان يقول والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يدهره الله أو أهلك دونه فكان صلى الله عليه وسلم تابت على الموقف وبقي تابتا على الموقف إلى آخر يوم في عمره لما كان في حجة الوداع وصعد إلى جبل عرفة وقال أيها الناس ألا هل بلغت اللهم فاشهد فليبلغ الشاهد منكم الغائب وظل هكذا على الطريق المستقيم حتى نزلت آخر آية في التشريع وهي قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة اليوم أكملت لكم دينكم اكتمال هذا الدين هنا النبي صلى الله عليه وسلم وضع سلحه وبدأ يستعد إلى الرفيق الأعلى وسميت حجة الوداع لأنه قام بوظيفته والتبليغ الرسالة وقال قبل أن يتوفاه الله تعالى تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسقتم بهما أبدا كتاب الله وسنتي الآن سيدنا محمد لم يمت هو حي حياة برزخية وربنا عز وجل يقول واعلموا أن فيكم رسول الله هذا الخطاب لسا فقط موجة للصحابة فيكم أيها الصحابة من الأنصار والمهاجرين بل للأمة الإسلامية جمعا واعلموا أن فيكم في قلوبنا سيدنا محمد في قلوبنا بسلوكه بأخلاقه بتعاليمه بعباداته بقربه من الحق سبحانه وتعالى نحن محظوظون أيها الأحبة الكرام محظوظون لأننا ربنا عز وجل جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا من أمة الإسلام وجعلنا من أمة القرآن وأعطانا هذا النبي الشفيع البشير النذير ماذا علينا أن نفعل؟ علينا أن نتعمق في دراسة السيرة النبوية الشريفة نبحث عن ملامح الشخصية عند هذا الرجل العظيم ونفتخر بأن ننتسب إليه ونتخذه قدوة لنا انظروا إلى ذلك العالم الفيزيائي في عالم الفضاء في النازا الأمريكي مايك هاركل الذي كتب كتابه المسمى بالمئة الأوائل أو العظماء الأوائل عظماء التاريخ درس تاريخ البشرية من هم العظماء المئة الأوائل؟ وده هو واحد الجدادة واحد النظام ترتيبي فالنظام أعطاه من؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو رقم واحد جعله قبل جميع الأنبياء والمرسلين والزعماء السياسيين ذكر هتلر ذكر جينكيس خان ذكر موسوليني ذكر كارل ماركس ذكر الليمين ذكر السلطان سليمان ذكر الزعماء والكبراء ولكن سيدنا محمد هو الأول لماذا؟ لأنه من لا شيء صنع أعظم شيء من أمي يرعى الغنم في جزيرة العرب قبيل قبائل متشردمة صنع أمة وصنع فكر وخلق ولكن هو ليس زعيم سيدنا النبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاللهم صل على هذا النبي يا ربنا في يوم مولده حققنا بأخلاقه وربنا بتربيته واجعلنا من أهله وأنصاره وأتباعه واسقنا اللهم شربة ماء من حوضه وارزقنا شفاعته يوم الدين اللهم لتحرمنا من مجالسته في الجنة يوم القيامة اللهم اجعلنا شفيعا اللهم ارزقنا محبته ومحبة من يحبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على أسعدي مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الداكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأبارك لكم جميعا أيها الأحباب الكرام هذه الذكرة العطرة أهل الله الله علينا وعليكم جميعا بالخير واليمن والبركات وتابعونا على موقع للمولتي إلى اللقاء تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي واتنسوا شكرا أبوني فلاشين يوتيوب